اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الضوضاء وهذه المشاعر المزيفة انتم اللي شفتوا الواقع الحقيقي البعض قد يكون غرة تواجد عدد معين وعدد اكبر من افراد القبيلة في هذا المجلس لكن النجاح في هذا المجلس مو فخر والنقطة الاخرى من كان يعتقد ان وصول نواب من القبيلة سيؤدي الى تولي افراد القبيلة المناصب وكذا انتم شايفين ما تكلم عن اعضاء القبيلة نفسهم الممثلين في هذا المجلس بل الخمسين الخمسين نائب يكاد اصغر وزير ما يحترمهم ولا فيه حتى معاملة تمشي لانهم الكل يدري وكلهم سوي حسابه ان هذا المجلس مؤقت حتى وان طالب بع سنوات وهذا اعتقد انه يعني بعيد عن الواقع وبعيد عن المنطق والمستقبل المنظور لكن حتى وان كان سيظر المجلس مؤقت وسيطويه التاريخ ويسقط مصفحاته قبل ان نبدأ اخواني احنا يعني استمرين كعرب ردح من الزمن نقاوم ما هو مكتوب يعني اذا جينا وقال احد يا اخي المعلومة الافلانية رد الاخر قال مكتوبة في الجرائد يعني اذا كانت مكتوبة في الصحف فهي معلومة صحيحة للأسف الى ان يعني استوعب الناس ان عادة ما تكون وغالبا ما تكون الصحف موجهة هناك اجندات هناك مصالح فبدأ الناس ينتبهون اليوم ما نكاد ان ننفك من هذا الموضوع حتى سقطنا في مشكلة التويتر وباقي وسائل الاتصال الاجتماعي الاخرى مجرد ان ينكتب شيء في التويتر الاخرين المباشرة ينكتب مكتوب في التويتر وكأن هذا كلام منزل وكأنه كلام حقيقي يعني انا باقول تعليقا على اللي سبقوني الاخواني الدغباسي والهطلاني على ما اثاروا النواب في خطاباتهم السياسية اعلموا اخواني ان احنا كنواب في كتلة الاغلبية اغلبية مجلس 2012 احنا من الطبيعي يكون في بيننا خلافات لكن كنا متضامنين الكل ان شاء الله على قلب واحد وعلى مصلحة واحدة لمصلحة الكويت خطابات اللي فاتوا اخواني انا كنت احد المتهمين من ضمن ما هم متهمين فيه وانا كمحامي اتوقع لهم البراءة اللي اليوم متهمين لاني اظن من وجهة نظر قانونية ان كلامهم ما كان فيه تطاول وانا اعلن تضامني معاهم الجميع بل حتى الشباب الحراك اللي ما تجاوزوا لان انا نعتقد جازمين انه ما كان فيه تطاول او يساء على سمو الانج تصحيح المسار السياسي هذا العنوان اللي انتو اخترتوه حق هذه النتوة هل المسار معوج هل نمشي فيه طريق مظلم طيب هل الحكومة تعلم هذا الشيء ولا الحكومة تعتقد انه مجراها ومسارها صحيح لا الحكومة تعلم انها خاطئة ومصرة على هذا المسار الحكومة ما جاءت اخواني في مسألة مسألة مرسوم الصوت الواحد وضعت هذا المرسوم وانتهينا وتتقبل وتنتظر من الشعب ان يكون هذا امر واقع لا الحكومة قامت بحزمة بكج كامل بكج كامل من القمع واستيراد ادوات القمع والتجسس وكذلك قمع وسائل قنوات الاعلام بعض قنوات الاعلام المحترمة ومصادرتها او غلقها بالقانون نوجة نظرهم القانونية اللي يعتقدون انها قانونية فهي يعني علشان تكون الصورة كاملة لازم نعرف شاللي قاعد يصير هذا وزير الداخلية ما اخفه انها راح لبريطانيا وتعاقد على مليارة ومليارين جنيس ترليني على ادوات منها ادوات تجسس او ادوات قمعة وغيرها اليوم المطلوب مننا احنا انه خلاص يا جماعة انتوا اشتبون في الكلام اللي قاعد يصير خلاص هذه الحكومة وهذا المجلس الناس شاركوا تقيبا وصلوا واربعين بالمية وفي المقابلات تتكلم انت كلمت هذا السجن مو مشكلة بعدين تطلع براءة ما في مشكلة لكن صوموا ولا تتكلموا ان الكلام محرموا ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوم يبن شعب خامل شعب جبان شعب نوام وهذه صفات ما تأتي على الكويتي يعني صفات ما هي من شخصية المواطن الكويتي او الشاب الكويتي او الرجل الكويتي احنا لسنا افضل من غيرنا انا اختلف اكاد اتفق مع كل شيء قال الاخ علي الدغباسي الا في شيء واحد يقول احنا من خمسين سنة نتنفس الحرية لا من نشأة الكويت ونحن للأسرة انداد لسنا تبعوا عبيد احنا مع الأسرة باتفاق اتوا على ان يكون لهم الحكم ويكون عليهم المشورة لنا ويكون قضاء الامر بعد الله لنا كشعب تبلورت هذه المسائل في اكثر من موضع في سنة واحد وعشرين في سنة ثمانية وثلاثين الى ان اخذت وضعها الحالي فهذا الدستور الذي هو الحد الادنى لحقوق الشعب الكويتي ليس منتهى الامال بل هذا هو الحد الادنى حتى هذا الحد الادنى استكثروا على الشعب الكويتي ويطالبون مننا ان نسكت وخلاص يا جماعة بدان في مجلس الأمة والناس قاعدة تكلموا يعني اشتبون اذا تكلمت راح يأخذونك يقمعونك احنا نعرف ان التعامل مع اي سلطة قمعية سيكون هذا مآلة وعلينا نتحمل لما اتينا احنا كخمسة وثلاثين نائب وقالوا لنا البعض ليش ما نزلتوا وانزلوا ترفوا رسكم في النجاح قائمة احنا ما نشك انه ممكن ينجح ثلاثين على الاقل ثلاثين مع نوع من الترتيب وبعض الناجحين الجدد قد ينضمون لنا ونعيد كتلة الاغلبية ولكن في هذه الحالة يا اخوان نكون اعطينا السلطة جهة تشريعية جديدة الدستور يتكلم عن مجلس الأمة المنتخب من الشعب الممثل من الشعب هو اللي يضع القوانين بإقرارنا مرسوم اللي صدر وفق المادة 71 معناه احنا ارتضينا كنواب اقسمنا على ان نحافظ على الدستور ارتضينا نكون في جهة تشريعية جديدة بكل بساطة نجحته اغلبية جديدة وفق الصوت الواحد ما في بس احل المجلس مرة ثانية وعد المرة ثانية لانك انت ارتضيت اول مرة انت ارتضيت اول مرة واذا وافقت ما تقدر في كل حال من الاحوال احنا ليلي يوم قاعدين نعير في سنة 81 العضاء اللي كانوا في ذلك الوقت وافقوا على المرسوم الظروف والمعطيات والواقع الاقليمي كان مختلف تماما وعلى كل حال مو من منطقنا نحمل اخطاء غيرنا احنا اليوم نحمل مسؤولياتنا اللي حملناها الشعب الكويتي ولن نكون ابدا بكل حال من الاحوال من ياخذ الشعب الكويتي في الحراك الراقي السلمي للشعب الكويتي خلال الفترات الماضية وقعت بعض الاخطاء واحنا بكل شجاعة قلنا ان هذه اخطاء ونحمل من قام بها مسؤوليته لكن بشكل عام كنا نتهم بان بكلمة واحدة عيب عليكم اسأتوا للكويت اسأتوا للكويت بحراككم هذا انا نخرج بمطالب شرعية وبصوت واضح من بعيد عن السرادي وبعيد عن الابواب المغلقة ونرفع اصواتنا ونرفع لاختاتنا هذا نكون اسألنا للكويت لا العيب على من رأى مئة وخمسين الف مواطن ينزل الشارع الكويتي ويراهم كل العالم وهو يتجاهلهم العيب ان يتكلم شاب مئة واربعين حرف ثم يؤخذ يوجه لتهمة امن دولة العيب ان يكون مجلس الامر المثل للشعب في اثنعش قبيض وتسعة سيئي سمعة وخمسة من حزب الله واحد محكم متهم في قضية تمويل المفاعل نووي وخبل هذا العيب اخواني انا سبقني الاخ الفاضل الدكتور محمد الهاطلاني بكلمة اعددتها لكن قالها وهي واضح انها من توجه للاغلبية نحن اليوم يا اخوان لسنا منتظرين لحكم المحكمة الدستورية انا كقانوني افهم ما حصل في حكم المحكمة الدستورية بان المربي الفاضل اللي قدمت الطعن قدمت الطعن على الدائرة الثالثة والمحكمة الدستورية للأسف تجاوزت الطلبات وعدت على المجلس بالكامل وابطلته عادة يا اخوان في الطلبات امام المحاكم لا تتجاوز المحكمة باي حال من احوال على هذه الطلبات لكن المحكمة تعدت الى ذلك ثم جاءت وفسرت موضوع الدائرة الواحدة دون ان يطلب منها الحكومة تكلمت عن شيء واحد في تقديمها قالت هل الدوائر تمثل عدالة او لا او توزيع الدوائر الحالي بغرض بغرض انها تريد ان تعدل الدوائر المحكمة قالت له هذا مسألة مقتصرة على مجلس الأمة هذه المسألة مقتصرة على مجلس الأمة اما موضوع الدائرة الواحدة فهو يخالف ما جاء النص فيه ان تحدد الدوائر بموجب قانون والمعنى هنا على دوائر طيب من سألكم يا المحكمة الدستورية احترامنا لشخوصها لكن كان هذا تجاوز خطير اليوم انا لما كنت اسأل شرايك في نص المادة 81 اللي على ضوءة قامت المحكومة وقدمته انا كنت اقول المادة 81 اقتصرت فقط على اربع كلمات المادة كلها المادة كلها في الواحدة والثمانية في الدستور بس اربع كلمات تحدد الدوائر بموجب قانون خلاص ان الموضوع محسوم من ناحية قانونية تكلم عن قانون القانون ما يزر لمجلس الأمة ما يكون بمرسوم وجاء فعلا هذا الحكم مثل ما انا تصورته انا اقول تفسير المادة 71 اكثر وضوحا من المادة 81 قالك اذا حدث بس وقف عند هذه مو كلمتين ترى اداة شرط وكلمة اذا حدث يستوجب صدور اي مرسوم ان يحدث شيء ما الذي حدث ما حدث شيء بل خلنا نكمل فيما بين ادوار الانعقادة وفترة حل المجلس طيب هذا ما صدر يا جماعة لا في فترة حل المجلس ولا في ادوار الانعقادة هذا صدر في 2008 الحكومة اللي قدمته يعني من ناحية قانونية يا اخوان هذا خريج اللي ما كمل حقوق ودرس في اولى حقوق واكتفى بذلك درس مادة القانون الدستوري سيكتفي بالفهم لكن الله اعلم شون راح تصدر الحكم المحكمة الدستورية يمكن يأتينا واحد قبل حكم المحكمة بسبوع ويخبرنا مثل ما كان فيه منجمين قبل اخبرونا عن مسألة البطلان الله اعلم انا اقول تحرككم ان شاء الله مبروك واحنا معاكم احنا معاكم احنا اتكلم عن ممثلي طبعا ممثلي الكويت في المجلس وكذلك نفخر بانتسابنا لهذه القبيلة الكريمة لما دعيتونا كلنا حضرنا لان احنا نعتقد نعتقد ان تحرككم هادف وتحرككم يوراد في مصلحة الكويت اولا واخيرا وصيروا باذنا احنا معاكم اجزاكم الله عنا خير السلام عليكم اشتركوا في القناة